موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتعلمين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد خاص بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي من مكون الدرس اللغوي هذه المرة نلتقي مع النسبة في بداية الأمر نقف مع تعريف النسبة من خلال مثالين سنسوقهما في ما يلي تونس ومغرب أقول أنت من تونس فأنت تونسي وأقول أنت مغرب من المغرب فأنت مغربي فالملاحظ في هذين اللفظين هو إلحاق أو إضافة أو إزيادة يا مشددة على تونس وعلى مغرب مع كسر ما قبلها وبالتالي فتونس ومغرب في المثالين فهذا الجانب نسميه المنسوب إليه والجانب الثاني يسمى المنسوب المنسوب وهو الذي تلحقه تلحقه كما قلنا أو نضيف إليه ياء مشددة فالنسبة هي إلحاق ياء مشددة تسمى ياء النسب بآخر الاسم مع كسر ما قبلها للدلالة على نسبة شيء إلى شيء آخر وذلك لوصف هذا الاسم وتوضيحه ويسمى الاسم الذي ستلحقه الياء المنسوب إليه كما رأينا في المثال تونس ومغرب والاسم الذي لحقته الياء فهو المنسوب كما رأينا في المثالين تونسي ومغربي إذن بعدما تعرفنا على النسبة ويا النسب والاسم المنسوب إليه والمنسوب نقف الآن مع جذول التالي ونقف مع النسبة إلى المختوم بتاء التأنيث فلدينا في الجذول الاسم نوعه نسبته والتغيير الحاصل فالاسم كما ترون أعزائي المتعلمين طاقة فهذا الاسم نوعيته جاء مختوما بتاء التأنيث المربوطة وتكون نسبة على الشكل التالي طاقي أي بحد فتاء التأنيث المربوطة وتضاف ياء مشددة أو ياء النسب ومع كثير ما قبلها وبالتالي فأي اسم كان مختوما بتاء التأنيث كمعرفة معرفي وفكرة فكري إلى غير ذلك من الأسماء يمكن أن نطبق عليه القاعدة التالية ينسب إلى الاسم المؤنث المختوم بتاء التأنيث المربوطة بحد فتائه وإضافة ياء مشددة في آخره مع كسر ما قبلها أعزائي المتعلمين بعدما تعرفنا على نسبة الاسم المختوم بتاء التأنيث نصل الآن إلى النسبة من الاسم المقصور والاسم المقصور هو كل اسم ختم أو مختوم بألف ممدودة أو ألف مقصورة وعندنا في الجذول الاسم المقصور رتبة ألفه نسبته والتغيير الحاصل ولذلك في الاسم المقصور يجب أن نركز على رتبة الألف التي يختم بها عادة الاسم المقصور فعندنا فتا وفتا وفتا عفوا وهنا عندما نلحظ هذه الكلمة لا بد أن نقف عند مرتبة أو رتبة الألف وهي ثالثة فنسبة تكون فتوي فالتغيير الحاصل هنا أننا قلبنا الألف ووا ثم أضفنا يا النسب في الآخر مع كسر ما قبلها فتا فتوي وعصى مثلا عصى عصوي ونفس التغيير حصل سواء كانت الألف مقصورة أو ألفا ممدودة تقلب الألف ووا ثم تضاف يا النسب في الآخر مع كسر ما قبلها أما إذا كانت رتبة الألف ثالثة فيجب أن ننظر في بداية الأمر إلى الثاني هذا الاسم إذا كان مفتوحا إذا كانت رتبته رابعة وإذا كان ثاني مفتوحا كما نرى في برادا وهو بالمناسبة نهر في سوريا برادا فنقوم بحذف الألف ونضف يا النسب في آخر الكلمة مع كسر ما قبلها فنقول بارادي بارادي تحدف الألف الألف التي هي الاسم المقصور يتم حذفها ثم نستبدلها بياء النسب ونكسر ما قبلها بارادي أما إذا كان ثاني الاسم ساكن كحبلة وبشرة إلى غير ذلك فأيضا هنا نرضى الاسم إلى الألف في الرسمة الرابعة فيجوز الوجهان إما أن أقول حبلي أو حبلوي أقول حبلي أو حبلوي فإذا هنا إما أن نحذف الياء تحدف الياء أو تقلبوا واوان تحدف الياء الألف أو تقلبوا واوان ثم تضافوا ياء النسب تحدفوا وتقلب هنا نتحدث عن الحذف والقلب في اسم الموالي نلحظ رتبة الألف وهي جاءت فوق الرتبة الرابعة وكل اسم جاء على هذا المنوال فوق الرتبة الرابعة فنسبته تكون مصطفي أي بحذف الألف ثم إضافة ياء النسب في الآخر مع كسر ما قبلها وكما تلاحظون فينسب إلى الاسم المقصور بحسب رتبة ألفه إذا كانت ألفه ثالثة تقلبوا واوان وإذا كانت الألفه رابعة وثاني الاسم ساكن يجوز حذفها أو قلبها واوان يجوز الحذف والقلب وإذا كانت رابعة وثاني الاسم متحركا أو كانت خمسة يجب حذفها الآن أعزائي المتعلمين نلتقي مع النسبة إلى الاسم المنقوص والاسم المنقوص هو كل اسم مختوم بياء وهنا نلحظ أو نركز على رتبة الياء في الاسم المقصور ركزنا على رتبة الألف وفي الاسم المنقوص نركز على رتبة الياء والجذب الذي بين أيدينا يبين ذلك فهنا في الكلمة الأولى عندنا شجي وشجي فشجي نلاحظ رتبة الياء جاءت في الرتبة الثالثة ونسبته تكون شجوي والتغيير الحاصل هو عملية القلب قلب الياء واوان مكسورة مسبوقة بفتحة ثم تضاف ياء النسب وهنا عندنا في هذه الكلمة عملية القلب ولكن تكون تقلب الياء واوان مكسورة ومسبوقة بفتحة شجي كانت شجي فأصبحت شجوي أما إذا كانت رتبة الياء رابعة فيجوز الوجهان إما أن أقول ساعي أو ساعوي تحدف في الأولى تحدف الياء أو تقلب ووان مسبوقة بفتحة ثم تضاف ياء النسب عندنا هنا الوجهان إما الحذف وإما القلب أما إذا كانت رتبة الياء فوق الرتبة الرابعة فإني أمر إلى النسبة العادية بحذف الياء ثم إضافة ياء النسب ونجمل ما ورد في الجدول بأن ينسب إلى الإسم المنقوص بحسب رتبة يائه إذا كانت ياءه ثالثة تقلب واوان وإذا كانت ياءه رابعة يجوز حذفها أو قلبها وإذا كانت ياءه خامسة فما فوق فيجب حثوى وتلاحظ عزيزي المتعلم أن ما يجري على النسبة إلى الإسم المنقوص تقريبا هو ما يجري على الإسم المقصور الآن عزيزي المتعلم نلاحظ النسبة إلى الثلاث مكسور العين وما كان على وزن فعيلة فعندنا في الجدول الإسم نوعه ونسبته التغير الحاصل ملك ثلاث مكسور العين نسبته ملكي التغير الحاصل يفتح ثانيه ويصبح على وزن فعلي وعندنا أيضا قبيلة وهي على وزن فعيلة وتصبح قبلي وينسب على وزن فعلي فالمراحب في هذا الجدول قبيلة وحنيفة حنفي إلى غير ذلك من الأمثلة فإذا كان الإسم مكسور العين يصبح يفتح ثانيه ملك ملكي ذئل ذؤلي كمثال وفي هذا الإطار نصل الآن إلى الإسم الممدود والإسم الممدود هو الإسم الذي يكون مخصوما بهمزة وألف ممدودة وهنا نركز بالتحديد على نوع الهمزة هل هي أصلية أم للتأنيت أم منقالبة وهنا نتطرق لما ورد في هذا التقديم من خلال الجدول فالإسم الممدود عندنا هنا وضاء فطبيعة همزة أصلية وهنا نعيد الوضاء إلى الأصل من فعل توضاء فهي وضائي والتغيير الحاصل أننا نفق الهمزة على حالها مع بطبيعة الحال إضافة ياء مشددة أو ياء نسب وكسر ما قبلها كما سبق وأن رأينا فأيضا عندنا حمراء فحمراء هنا جاءت مزيدة هذه الهمزة جاءت مزيدة للتأنيت وهنا نقول حمراوي كصحراء صحراوي وتقلب الهمزة هنا نتحدث عن القلب أي أن الهمزة قلبت وواوا مقصورة بطبيعة الحال مع إضافة ياء مشددة أو ياء نسب وكسر ما قبلها فيصبح حمراوي في المثال الثالث في الإسم الممدود عندنا في الإسم الممدود كساء وهنا نعود إلى طبيعة أصلها لأن أصل كساء من فعل كساء وكسى مضارعه يكسو ولذلك فأصلها واو هذه الهمزة أصلها واو كان أصلها كساو فعندما نلاحظ بأن كان أصلها واو يجوز الوجهان إما أن أقول كسائي أو كساوي كسائي أو كساوي فهنا إذا اخترت كسائي تبقى الهمزة على حالها وتضيف النسب وتكسر ما قبلها أما إذا ذهبت مع الطرح الثاني الذي هو كساوي فهنا نتحدث عن القلب حيث تقلب الواو ياء تقلب الهمزة عفوا واو وتضاف ياء النسب وهذه الواو يجب أن تكون مكسورة عندنا أيضا في الجملة في الكلمة الموالية ما يدل على أن أصلها ياء الأصل ياء من فعل بنا يبني ليس ككسا يكسو بنا يبني وهنا أيضا يجوز الوجهان إما أن أقول بنائي أو بناوي فإذا قلت بنائي تبقى الهمزة على حالها وتضاف ياء النسب وكسر ما قبلها وإذا قلت بناوي فيجب أن تقلب واو مكسورة دائما مع إضافة ياء النسب وهي ياء مشددة في نقف الآن مع ما ينسب إلى الاسم الذي على وزن فعيلة أو على وزن فعالي وهو كما رأينا في بداية هذا في الجذول الأولي عندما تحدثنا عن قبيلة وعن الاسم المكسور العين عزيزي المتعليم في الأخير نصل إلى النسبة إلى العالم المركب ونضع بين يديك الجذول التالي الاسم المركب نوعه نسبته التغيير الحاسن عندنا سيف الدين وهو مركب تركيبا إضافيا وغير كونية وننسبه إلى جزئه الأول ينسب إلى صدره أو إلى جزئه الأول نقول سيفي أما إذا كان مثلا عندنا أبو بكر فهو مركب تركيبا إضافيا وهو وكونية وبالتالي ننسبه إلى جزئه أثاني أو إلى عجزه فيصبح بكري بكري وكملاحظة في الأسماء المركبة عندنا ما هو مركب تركيبا مسجيا وتركيبا إضافيا وتركيبا إسناديا ففي المركب المسجي والمركب الإسنادي ينسب الاسم المركب المسجي أو الإسنادي إلى جزئه الأول ويحدف جزئه جزئه الثاني فمثال على الاسم المركب تركيبا إسناديا تأبط شرا أقول تأبطي وجاد المولى جادي جادي في القاعدة العامة الاسم المركب تركيبا إضافيا هنا تحدثنا فقط عن الاسم المركب تركيبا إضافيا غير كونية ينسب إلى صدره والاسم الكنية المركب تركيبا إضافيا ينسب إلى عجزه وهنا يمكن أن نتفهم ما قد يعترض سبيل المتعلم من إشكالات في الاسم المركب خصوصا تركيبا إضافيا فعامة ينسب الاسم المركب تركيبا إضافيا إلى نسبة الاسم الذي لا لبس فيه لا يكون فيه لبس أو غموض في في مختلف الكلمات المنسوبة في نهاية هذه الحصة نقف عزيزي المتعلم مع نسبة الاسم المثنى أو الجمع إذا ما طرح عليك الأستاذ مثلا نسبة اسم المثنى أو الجمع كفكرتان أو معارف نحوله إلى المفرد فكرتان تصبح فكرة وننسبه ونقول فكري ومعارف نحوله أيضا إلى المفرد وتصبح معرفي إلى هنا استودعكم الله الذي لا تدعو ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر